من الاختلافات برضو اللي موجودة نوعا ما هو يعني التغيير الشكل فممكن الناس اللي هي استخدمت البرجن بتاع اكس تو تيجي تحتار شوية طب احنا عايزين مثلا الايه نسجل الصوت وده من خلال الايقونة بتاعة اللي عمزة الشريط السينمائي وعليه دايرة حمرة اللي هي زي الريكورد يعني او الالتقاط هي علامة كده مميزة فهنلاقي ان فيها فويس الفويس ده اللي هو زي البرجن القديم ممكن نسجل من خلاله صوتيات وفيه اللي هي سناب شوت ده ممكن نعمل زي التقاط صورة او نلتقد بقى مثلا كابتشا فيديو ممكن نسجل من كاميرا تويب ستوب موشن ده اللي هو قلنا عليه تحريك الصور والفكرة بالمختصر عاملة زي التقاط صور وتجمعها لعرضها مرة واحدة لكن الصور دي هي الحكمة هتتصور ازاي طبعا لازم يكون عندنا كاميرا ويب بنوصلها بالجهاز بتاعنا موسيقى موسيقى حتى موسيقى دلوقتي هو بيقولك نوه هو بس ايه بياخد كده ايه وقت شواء لما بيستكشف الكاميرا الموجودة او مصدر الالتقاط الموجود على الجهاز كده البرنامج قدر يوصل للكاميرا المتصلة بالجهاز وبيبقى موجودة هنا دي مكتوبة يعني لو انت موصل اكتر من كاميرا من خلال القائمة المنسادلة دي ممكن تختار الكاميرا اللي انت عايزها نظرة سريعة كده عن يعني دي اعدادات اهو ده بورجكت نيم ممكن تديها اسم لان بعد كده بتنزل يعني اللي احنا هنعمله دلوقتي هينزل فيه ملف والملف ده هينزل كملف كأنه ملف فيديو جوه برنامج قرار الفيديو ستوديو ممكن ندخله في المصار بتاع الفيديو عادي خلص فبالتالي بيحتاج منك الاسم والمكان اللي هو بيتم فيه تنزيل الصور اللي هنصورها حالا وممكن تعمل اضافة للمكتبة اللي هي السيمبلز اللي بتبقى موجودة لحاجات القوالب الجهزة او فيديوهات الجهزة اما بالنسبة للجهزة دي خلينا بس الاول ايه يعني نعمل نعرف الفكرة وبعد كده نبتدي نرجع لها تاني والمفروض الريدر ده انا عايز ابينه انه هو بيتحرك لوحده فهخلي اول وضع زي ما هو كده وهروح دايس العلامة الالتقاط فبيلتقت اول صورة او اول نقطة هو فيها الريدر وبعد كده هروح يعني محرك الريدر شوية لقدام مثلا مسافة كده فنلاحظ حاجة نلاحظ انه انا بحرك الريدر عامل زي ما يكون فيه هلامي فيه كده الوضع الاول زي ما هو موجود وده بيديك العلامة يعني انا ايدي حتى شفافة ظهر شفافة وهو انا بحركه اهو رصه انا هجيبه قدام شوه عشان يزر اكتر اهو انا عمل احركه 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 اهو هو ده الوضع اللي هو دلوقتي حالا انما الصورة اللي هناك اللي هي الصورة اللي زهرة قوي دي او ريدر اللي هناك ده دي الصورة الاولانية اللي احنا التقطناها طب ليه بتفضل زهرة عشان يعرفك الوضع اللي فات للحركه كانت فين بحس ان انا ممكن ارجع تاني كده واجيبها عليه وممكن اروح مثلا مقدم شوية زي ما نعايز يعني فانا بحدد النقطة بعد كده اللي هو يبقى عليها الريدر او الوضع اللي هيبقى عليه الريدر وهروح ملتقط الصورة التانية واشيط ايدي وهلتقط الصورة التانية لما التقط الصورة رح عمل ايه ظهر الوضع الجديد والوضع القديم خلاص خفاه هو موجود دلوقتي اهو لكن ده الوضع الايه الاخير يعني نقدر نقول ان البرنامج بيظهر قوي اخر وضع عليه الجسم طيب انا عايز احركه كمان شوية قدام فحركه كمان شوية وبرضو نلاحز ان الوضع اخر وضع هو البارز هو الظاهر قوي لكن الحركة بتاعتي بصباعي تحس انها خلفية كده شفافة ماشي كده كويس وهشيل ايدي وهروح عامل التقاط ده اخر وضع بقى ظاهر جدا هحركه كمان شوية قدام طبعا للأسف يعني ممكن يكون ظاهر قدامكو ان الحركة بطيئة لكن هو ده للأسف نتيجة التسجيل بس يعني عشان التسجيل لكن لو انتو بتعملوها وبتجربوها هتلاقوها ان الحركة طبيعية جدا واسهل من مش بتاخد الوقت ده كل يعني وهروح عامل التقاط طيب دلوقتي بقى هروح عامل لفة هلفه نلاحظ تحت ان انا كلما اجي قلقت صورة تروح محطوطة هنا فالترتيب بتاحها الطبيعي ساعة لما هتمشي او هيتعرض قدامنا هتتعرض الصور دي بالتتابع يعني الصور دي الاول بعدين دي وبعدين دي وبعدين دي فتيجر خدعا نلاقي زي ما يكون الريدر بيمشي الواحده طب ازاي اتحكم في سرعة عرض الصور يعني مثلا لو انا عرضت ايه الصورة دي وبعدها مثلا بكم ثانية الصورة دي وبعدها بكم ثانية الصورة دي فالاقي ان ايه ان الريدر بيمشي ببطء جديد طب ازاي اخلي سرعته علي بحيث ان يظهر ان هو ماشي طبيعي نوعا ما من خلال image duration او two frame او three frame او four او five لحد لحد تقريبا تلاتين frames يعني كل ما طبعا بنكتر كل اما الصورة بتبقى ابطأ والمقصود هنا او يعني الثلاثين frames دي هتبقى بطيقة جدا 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 هنلاقي انه هتعطلها كم ثانية على ما تتنقل للصورة الي بعدها لكن one frame دي اللي هي اعلى يعني اصرح حاجة تلاقي الصورة ماشية كل الصور بتتعرف بسرعة عالية جدا اما بالنسبة لكابتش ريزليوشن هي المقصود بيها المأسات والتي طبعا بتنشط في حالة الالتقاط يعني لو انا دلوقتي هوا بكتو كابتشار مود لو انا دغطت كده هتنشط كابتش ريزليوشن يعني بيقولك حجم الصورة ابعاد الصورة الطول العرض بتاعها عايزه قد ايه هو نورمل بتاعه 800 في 600 فالافضل هو ده كويس طبعا ممكن نعلي اكتر وده هيبقى ايه على حسب برضو عشان الكاميرا بتاعتنا الريزليوشن بتاعها هيبقى ايه فممكن لو علينا قوي والكاميرا ضعيفة فيبقى مش هتظهر الصورة كويسة فيعني 800 في 600 ده كويس جدا والمقصود يعني 800 العرض 800 بيكسل والطول 600 في اوتو كابتشار لو انا نشط من خلال الضغط هنا ايه بالاوتو كابتشار ده اهو انا دست عليها قلبة علامة علامة الاصفر المقصود بيها الالتقاط اللي تلقى ايه يعني ايه يعني دلوقتي لو انا اديت مثلا نشطها وديت ستايم وقت معين ما بين كل لقطة ولقطة اوتوماتيك يعني اهو اول حاجة انت عايز تلقط كل قد ايه وقدامك هور منت ساكند يعني ساعة منت وثانية فلو انا مثلا هتطلع كل ثانية كل ثانية تطلقت صورة او مثلا كل ثانيتين تطلقت صورة وهنا التطل انت عايز يفضل يلقط لمدة قد ايه فهقوله مثلا القط لمدة دقيقة فهروح جاي هنا في الخانة بتاعت المينتس او الدقيقة وهروح كاتب واحد المقصود ان هو يعني دقيقة واحدة فالمفروض ان هنا فوق يبقى مختص بالفاصل الزمني ما بين اللقطة واللقطة اما تحت المقصود عايز يلقط يستمر ان يلقط الصور لمدة قد ايه يعني يفضل دقيقة لو احنا مثلا هنا عملت ثانية وهنا مدة دقيقة فهيفضل كل ثانية يلقط كل ثانية يلقط كل ثانية يلقط لحد ما الدقيقة تخلص وبعد كده يتوقف الالتقاط فهضغط اوكي ولو انا دلوقتي ضغطت على زر الالتقاط فهتلاقي الالتقاط اشتغل اوتوماتيك على طول ولكن انا مش عايز اخلي دلوقتي يعني ايه دي برضو تجربوها عشان تظهر الفكر اكتر وبرضو هنا دي دي سيب يعني كأنك بتوقف نظام الالتقاط التلقائي بعد اما بنخلص وبنعمل الصور وعلى فكرة بامكاننا ان احنا نعيد ترتيب الصور من تاني يعني شوفوا الترتيب المنطقي كده فانا لو مثلا اخدت الصورة الاخيرة دي ممكن احطها قبل الاخيرة اصحبها وحطها قبل الاخيرة اهو سحبتها ونقلتها لازم طبعا اضغط على save عشان اعمل حفظ لاني لو ضغط exit يعني خروج من الامكانية تاعة stop motion ده فايسألني عايز تسايف او دلوقتي وبعد كده اروح ضغط exit نزل لي الملف اللي هو في الحركة او كأنه ملف فيديو يعني بصيغة uisx وممكن اصحبه احطه في التراك بتاع التايم لاين اللي هو الفيديو عادي خالص وتعارض عادي خالص طيب موقع الملف ده فين على جهازنا زي ما قلت لكم في المكان المختص يعني اللي انا ورده لكم اسناء stop motion الفولدر اللي قلت عليه اللي هو بيبقى فيه الصور ولو انا ضغط بلي دلوقتي هلقي انتجميعة الصور بتطرد عادي خالص تابعوا معنا وشكرا على المشاهدة